مرحبا جميعا صباح الخير مرحب فيكم بالويبنار اليومي المقدم من شركة وينزور لتحليل العملات معكم رياض واليوم السابع عشر من شهر اغسطس وكالعادة نطلع على جدول بيانات الاقتصادية وعلى الاخبار التي صدرت خلال اليوم والليل الماضية بداية في عنا بالنسبة للاقتصاد الاوروبي او عفوا الاقتصاد الكندي على الساعة 8.5 في توقيت جرينتش اي على الـ 12.5 بتوقيت قبرص في عنا بداية مؤشر اسعار المستهلكين الكندي القراءة طبعا السابقة فاصل 4 متوقعة فاصل 3 ايضا اللي هو طبعا مؤشر الـ CPI للتضخم على الاقتصاد الامريكي في عنا مؤشر جامعة مشيقين على الساعة الخامسة بعد الظهور القراءة السابقة 72.3 ومتوقعة 72.5 طبعا بالنسبة للاخبار التي صدرت خلال الايام الماضية كان هناك بعض الاخبار لانجيلا ميركل المستشار الالمانية حيث صرحت في كندا عندما ذهبت لزيارة لكندا صرحت انها تدعم البنك المركزي الاوروبي باي التصريحات الذي يقوم بها وايضا هناك بعض الاخبار التي لاحظناها لاحظنا انه بالاقتصاد الياباني توقعتهم بنموه في السنة المقبلة لنسبة 1.7% طبعا بالنسبة لاخبار تصريحات ميركل اعطت انتعاش قليل بالاسواق لحنا طبعا بارح صعود بشكل عام بالاسواق باسواق الاسهم بالاسهم الاوروبية والامريكية واليوم طبعا بداية بالاسهم الاوروبية ايضا خلونا نطلع على الشارت ونشوف ماذا يعطينا من معلومات وبالنسبة لليورو لاحظنا انه حاليا يتراوح بين مناطق 122.40 ومناطق 123.85 بشكل جانبي ننتظر اختراق اي من هاي النقاط حتى يعطينا اتجاه اوضح للاسواق في حال اخترق الـ 23.80 وصعد الى الـ 24.40 الاسعار العليا السابقة التي وصلها في بداية شهر 8 وفي حال اخترق هاي النقاط نتوقع اكمال اليورو لاتجاهه الصعودي الى الاعلى قد يصل الى مناطق 25.5 قد يصل الى 25.60 او حتى الى مناطق 27 او حتى الى مناطق 130 على المدى الطويل من ناحية اخرى من الاسفل في حال اخترق مناطق 122.40 ويحطينا مؤشرات بالانخفاض والسبب طبعا انه سيقوم بعمل اسعار دنيا ادنى من الاسعار السابقة وحتى يبتدأ بالاتجاه النزولي بعد نقطة 122.40 في عنا نقطة قريبة عند مناطق 121.80 تتبعها 121.30 ادنى اسعار وصل اليها في 2.8 وطبعا اكمل الاتجاه النزولي الى مناطق 120.50 او 120.40 ادنى اسعار سابقة اوصل اليها في نهاية شهر 7 بالنسبة للمؤشرات منلاحظ حاليا تعطي قراءات جانبية بالنسبة للمومنتم او الدعم على شارت اليومي بالنسبة للاربع ساعات تقريبا نفس الشيء وبالنسبة للساعة منلاحظ بعض الصعود الذي حصل هناك تخفيف حدة الشراء التي حصلت تفريغ تشبع بالشراء وحاليا ننتظر اما انخفاض جديد تحت ال123.35 وال123.5 او يتجه الى الاعلى ليحاول انه يخترق مناطق ال123.85 بالنسبة للستاليني مقابل الدولار على الشارت تقريبا مثل اليورو نلاحظ انه مازال باتجاه صعودي لاحظنا البارحة صعوده من عند مناطق ال156.30 تقريبا واكمل اتجاه الصعودي الى الاعلى قام باختراق مناطق ال57 وباختراق ال57.30 اعلى اسعار وصل اليها ال57.44 وهي قريبة من اعلى مناطق مناطق ال157.70 اللي هي المناطق العليا للقناة الجانبية اللي انتوا شايفين على المدى المتوسط حاليا طبعا نبحث عن انخفاض في حال نظرنا على الشارت بدنا نشوف اذا الانخفاض سيكون اقل من منطقة ال156.90 التي كانت بالاصل نقاط اختراقة بالسابق وتراوح عندها لفترة اختراق لهذه المناطق رح تعطي فرصة لمحاولة تجربة خط الاتجاه اللي انتوا شايفينه بالخط الاسود الذي حاليا يقع عند مناطق ال156.50 بعد قليل طبعا مع زيادة الوقت رح تصعد هاي النقطة اختراق لخط الاتجاه هيعطينا فرصة للانخفاض مرة اخرى الى الاسفل لمحاولة الوصول الى مناطق ال54 او حتى مناطق ال55 او ال54.5 ولكن في عنا بعض نقاط الدعم بداية عند ال56.10 ثم 155.75 ثم 155.45 وثم نهاية الى مناطق ال55 الهدف في حال اخترق مناطق الخطوط هاي من جهة اخرى اذا طلعنا علي من لاحظ انه هناك على النمط على المدى الطويل نمط مثلث بهذا الشكل من الاسفل خط المثلث السعودي ومن الاعلى خطه جانبي بهذا الشكل هذا بيعطينا مؤشر انه على المدى الطويل هناك احتمالية اكبر لانكساره من الاعلى السبب انه البائعين لم يستطعوا ان يضغطوا الاسواق الى اسفل من نقطة ال57.70 انما الشارين استطاعوا بالفعل رفعوا الى الاعلى اول نقطة كانت عند مناطق ال52.5 ثم 53.90 ثم 54.50 ونهاية 54.90 فبالتالي من لاحظ القوة للمتاجرين والاصحاب المراكز الطويلة اقوى من المراكز القصيرة في حال طبعا اكمل صعوده الى الاعلى مناطق ال57.70 مثل ما انتوا شايفين هي اعلى اسعار لم يصلها من فترة شهر 5 تقريبا بعد هذه النقطة عندنا المناطق التي يبتدع منها الانخفاض في 22.5 اللي هي ال158.45 ومن ثم يكمل اتجاهه صعودا الى الاعلى للاتجاه عند مناطق ال60 ومناطق ال63 بالنسبة لي الدولار مقابلين اذا نظرنا على شارت منلاحظ انه مازال يحاول اختراق مناطق ال79.40 الحركة التصحية الى الاسفل وصلت الى ال79.8 كنا نتوقع ان تقف عند ال79 حاليا ننتظر اختراق مناطق ال79.40 لإكمال الاتجاه بالصعود الى مناطق ال80. اه وطبعا في حال اخترق ال79 وال78.90 المنطقة هاي رح يعود لانه ينخفض الى الاسفل الى ال78.60 ومن ثم الى ال78.14. طبعا بعد ما تبتدع الحركة التصحية ممكن استعمال مؤشر في بوناتشي حتى نعرف اه ما هي نقاط الدعم على اه هذا المؤشر. ولكن مشكل عام مازال الاتجاه الصعودي مثل ما احنا شايفين اه تفريغ في اه حدة الشراء بسبب تشبع بالشراء على المدى القصير. بالنسبة للشارت اليومي مثل ما احنا شايفين مازال اه ترند النزولي ولكن على ما يبدو انه اخترقوا عند مناطق ال79.60 فبالتالي هناك احتمالية للصعود الى الاعلى بدنا ننتظر صعوده فوق مناطق ال80.60 على المدى الطويل حتى يبتدع بالصعود مرة اخرى الى مناطق ال84 او حتى اكثر على المدى الطويل. بالنسبة للدولار مقابل لسويسري ايضا مثل اليوروم نلاحظ انه قام باختراق مناطق ال97.14 التي تكلمنا عنها وصل الى ال97 اه اربعة تقريبا او تلاتة وهي تبعد تقريبا تمنقات عن نقطة الدعم اللي وصلها في تاريخ ال14.8 عند ال96.95 حاليا مثل ما انتوا شايفين الدولار مقابل لسويسري بنا نشوف ننتظر صعود فوق النقطة هاي التي حاليا يتروح تحتها مناطق ال97.30 ومن ثم مناطق ال97.45 راح تفتح المجال الى ال97.75 وثم الى اعلى اسعار وصل اليها بالسابق. من الاسفل طبعا اختراقه تحت مناطق ال96.95 راح تفتح المجال الى ال96.55 ادنى اسعار وصل اليها بالسابق وبالتالي من المتوقع اكمال الاتجاه النزولي بهذا الشكل في حال لم يستطع الصعود فوق نقاط ال78.7 طبعا هاي اهم نقاط حاليا اللي هي النقاط السابق التي وصل اليها وطبعا اختراقه لالها راح تعطينا فرص للصعود الى الاعلى ولكن مشكل عام مثل ما انتوا شايفين النقطة التي وصل اليها لسويسري كانت نقطة جيدة على خط الاتجاه وبالتالي اختراقه لمناطق ال96.95 راح تعطينا دعم الى الاسفل للانخفاض الى مناطق ال95.5 او حتى اكثر على المدى المتوسط نهاية بالنسبة للنفط على تشارت اليومي منلاحظ ايضا صعوده من مناطق ال89 قبل بضع ايام حتى الان الصعود وصل الى مناطق ال1618 اعلى سعر وصل اليه البارحة بانتظار اختراق المنطقة هاي ومحاولة الصعود مرة اخرى الى مناطق ال20ات مناطق ال28 او حتى مناطق ال33 او حتى مناطق ال40 بشكل عام اذا نظرنا على تشارت الاسبوعي منلاحظ انه على ما يبدو الذهب على المدى الطويل يحاول يبتدأ ببناء مراكز كبيرة على المدى الطويل راح اتأكد لنا هاي الشغلة كساره فوق نقطة ال1640 وبشكل عام اي انكسار الى الاسفل تحت مناطق السابعينات راح تفتح المجال الى مناطق ال1530 ومن ثم هبوط كبير وحد في الذهب فمتل ما انتوا شايفين على تشارت اليومي يتراوح بين ال1640 و1530 بانتظار اختراق من اي من اي النقاط على المدى الطويل بالنسبة للمدى القصير مثل ما احنا شايفين وصل الى قمة التي وصل اليها سابقا وهي نفس اليوم لنفس اعلى سعر للبارحة بانتظار صعوده بشكل بسيط الى مناطق ال25 ومناطق ال28 من جهة اخرى في حال انخفض تحت منطقة ال 1607 و1606 تقريبا او 1608 لل1606 انخفضه تحت هاي النقاط بتأكد انه ابتداء الهبوط الى الاسفل مرة اخرى الى مناطق ال90 طبعا كان هذا التحليل للعملات الرئيسية وللسا نتمنى تجارة موفقة وشكرا للمتابعة